يقول ما حكم قول لا إله إلا الله بعد إقامة الصلاة علي برك الله فيك بالنسبة للأذان وبالنسبة للإقامة عبادتان وكل ما بينهما وما بعدهما وما قبلهما يجب أن يكون مبنيا على النصوص الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو من أقوال الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ولذلك ليس عندنا في نصوص القرآن ولا في نصوص السنة ولا في الآثار الصحابية أن المأموم أو المستمع أو المصلي يقول بعد الانتهاء من إقامة الإقامة من ذكر الإقامة يقول لا إله إلا الله لأن لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد عبادة فتوظيفها في هذا المكان يحتاج إلى دليل ما عندنا دليل حتى قول أقام الله بارك الله فيك أي عبادة توظف في زمان وفي مكان توظيف وتكييف لا بد من دليل لا بد من دليل لأن الأصل في العبادات البطلان والمنع والتوقف حتى يأتي الدليل ولو قلنا بأن الناس يقولون ما شاءوا اخترب دين الإسلام أصبح الناس يدخلون في دين الإسلام ما ليس منه هذا يأتي بجملة وهذا يأتي بدعاء وهذا يأتي بعبارة وهذا يأتي بكذا وصارت الدين لعب صارت دين محل البدع والمحدثات تابد يا إخواني أن نحرص على دين الإسلام وأن نسد باب البدع وباب المحدثات حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك كثيرا قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما لسه فهو رد وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي آخر وصي له عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجه وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يمكن واحد يقول طيب كلمة لا إله الله طيبة ليش تقولون كذا نعم كما ذكرت أنا أفضل الكلام وأعظم الكلام وهي مفتاح الإسلام وهي مفتاح الجنة وهي دعوة الأنبياء والمرسلين أنا ما أتكلم على الجملة أتكلم على أني آتي بها في هذا المكان هل ثبت يعني كأني الآن فاللي ما جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم ما نأتي به وإنما نلتزم العبادة والطاعة ونحن ولله الحمد في زمن انتشرت السنة وانتشر العلم والناس الحمد لله يتفقهون